موسيقى لكاراتي القدم موافقته على إزراء اللقاء الودي بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإيراني وكذلك المنتخب الفناندي ومن المقرر إزراء المباركين الوديتين يومي السادس وكاسع يناير الفين وسبعة شهر بدبي وفي خبر آخر على ما تشوف سبور من مصادر مطلعة وقريبة من أسوار نادي الويداد البيضاوي أن مسؤولو والويداد يفاودون حارس مرمى المنتخب الوطني ياسين الخروبي الموحش عرف بنادي لكموتيب البلغاري ويفاودون الحارس الخروبي لضمه إلى صفوفه في المركات الشتوي الذي افتتح قبل أيام قليلة من الآن وحسب نفس المصدر فإن مسؤولو والويداد دخلوا في مفاوضات جادة مع حارس عرين المنتخب من أجل إقناع الخروبي وضمه لصفوف فريق الأحمر فاز فريق الويداد البيضاوي على موضفه الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت على أرض يجمل عب مولير حسن بالرباط برسم الدورة الرابعة عصر من البطورة الوطنية احترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم وسجل هدف الأول للويداد اللاعب الليبري ويليام جيبور في الدقيقة الستين وبعد ستة دقائق من عمر الجول الثانية سجل اللاعب المهدي قرناص الهدف الثاني للويداد عن طريق ضربة خطأ مباشرة نفدها اللاعب بنجاح فيما سجل الهدف الوحيد لفريق الفتح الرباطي اللاعب أبسلام بجلون في الدقيقة السادسة والثمانين ودوليا أعلن نادي تفينتير الولندي لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي أسامة السعيدي لمدة موسمين ونسبة موسم قادما من نادي الأهل الإماراتي بعد أن فسخ السعيدي عقده مع النادي الإماراتي بيترادي وذكر النادي على موقع رسمي أن وجد وفد من النادي الولندي بمطار سيخبول أمستردام تكون من المدير التنفيذي للنادي والمدير الرياضي وإدارية الفريق الأول لكرة القدم إذا تم توقيع العقدة رسميا صباح اليوم السبج في ملعب التاريخي لنادي تفينتي مشاهدين الكرام ترقبوا الموجة الرياضية القادمة رفقة رشيد المحمودي هذا محمد بحوش يحييكم دمتم في رعيش الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر